اشتركوا في القناة انسان يعتمد عليها في كل نواحي حياتك أنا نشوف بالكلوب سانتيفيك لأن النوادي العلمية عندهم دوروا بزاف كبير في الإبتكار بسك أصلاً كي تكون في نادي علمي راح تكون تشارك في مستباقات راح تكون تشارك في إيبنت يعني ديز إيبنت مو راح تكون تشارك في ديز إكسبوزيسيون وما تقدش تروح تشارك وانتا هكذا كبير نادي علمي معناها لازم عفسة تمدها ذنك أول خطوة في رأيي خاص هي البحث كي نقول البحث مانيش نقول البحث برك في المجال تعل الإختراع تاع وديز إختراع تاعو في الكيميا أو لا ما يبحثش برك في هذا المجال يبحث يعني يكون بحث عام معناها نبحث في المجال تعل الإختراع تاعي أسك كاين أسك ماكاش المواد اللي نحتاجهم لأدوات نزيد نبحث تاني أسك تخدم أسك ما تخدمش نجوم العنون كانت إكسبوزيونس بزاف كبيرة لأنها كانت صدفة يعني الصراحة كانت محت صدفة كانت عندي فكرة أو شغل بسيطة كي كنت في الجامعة بديت يعني كي بديت ندخل في الإختصاص التاعي بديت نتعلم حاجات خفاف دونك خدمت جاتني فكرة للقفاس برك وترسمته وشاركت هكاك ما كنت شاح نشارك قلت لي شجعتني قلت لي ما كي خاسر أولو شاركي وش فيها قلت لي أولا هنشارك فينالمو عيطولي وشغل العفسة اللي زادت فيها سيك يعني عدنا توجو هاد تخمام نشوفو إنسان تر حاجة ولا ما غري شيء بسيط يعني مشاركة بسيطة ما كي نشوفو ناس وحدو خرين داروها نقولوا إيه سبيان نجام نشوفوها في رحة حنايا ثم كي شاركتو عيطولي شغل قلت آه فينالمو سي بوسبل كي تدير حاجات تقدر تصدر وثاني الحاجة المليحة فيها سيك شجعتني نخدم واش نزيد نخدم حاجات وحدو خرين بالأيضان كي وليت الجزائر من لبنان وقفاس تاعي خدمته يعني متخرشت به في سنة التالتة تاعي أي اكساسوري من هذه الاكساسوريز ويقوم بالقياس بطريقة جدو مريحة فقد رسمتو من المثال يوضح طريقة العمل عدنا إليكم مجدد المشاهدين ووظيفتنا اليوم رقية دراوي الشابة الجزائرية المهتمة بالتكنولوجيا لإبداع التطوير أهلا وسهلا فيك رقية أهلا وسهلا شكرا على الانبتاسيون شكرا جزيلا لك رقية ممكن رقية كما كنا نشاهده في البوتري تكلمنا على ثقافة الابتكار تكلمنا على المسيرة في البحث العلمي لكن الشباب اليوم حاب يتعرف على رقية كيفاش تقدمينا سيك لي نقدم روحي كمحشنق الباحثة محشنق المخترعة من إنسان اللي حب يتعلم كإنسان اللي حبي يجتهد ويتعلم فتخرجت من جامعة هواري بوم دين العلوم والتكنولوجيا في مجال الروبوتيك والأوتوماتيك ودخلت في مجال فيزيويل معناها ديزاين غرافيك والديجيتال أرت وإكسترا وذكر أني نخدم كافلينا في عدة مجالات جميل جدا يعني مجالات مفتوحة أن كنت في تكنولوجيا في البحث العلمي كما اتقلت إلى مجال أحد جميل جدا نبدأ من آخر تجربة ممكن أتميزتي فيها اللي هو البرنامج العلمي الكبير في الوطن العربي هو نجوم العلوم نجوم العلوم يوني تكلموا على هذه التجربة وماذا أضفتلك بالذبط حتى الشباب اللي شاهدت فينا يحب يتعرف أكثر على الأرقية والتجربة التحويش هو الاختراع أيضا اللي اشتغلت عليه شاركت في برنامج جميل العلوم في الموسم العاشر دمان إن شاء الله أعلم كان في 2019 فصح حقيقة كانت تجربة مميزة يعني ما كانش تجربة حياتي ما تجربة بزاف مميزة لأنه فتحت لي عينيه في بزاف مجالات كما كنا نهضره مقبيلة الإنسان يعني في عادته متخوف من الحاجات اللي يديرهم من المشاريع اللي يخدمهم فكي شاركت بالصدفة كما قلت لك يعني كانت غير مصدفة وكانت أختي اللي شجعتني كنت شرحنا نسخي يعني بالإنترنت كي شاركتوا عيطولي يعني مالغريكي ما نجحت وما أفنسيت بزاف المسابقة من الفتكوا عيطولي روحت وقدمت المشروع تاعي البتدخ كان أول مرة نقدم مشروعي قدام يعني لجنة تحكيم ولجنة على خبارة أكبار يعني فهذيك تقيقة قلت كل شيء ممكن يعني صح صراح لا شيء مستحيل يعني مالغريكي ما كانت تجربة بسيطة يعني ما كانش اختراح خارق أو لأي شيء يعني خارق عن العادة كانت حاجة بسيطة ميكة فتحت العينية جميل البرنامج تعني جوم العلوم كانت تصفيات في لبنان طبعا ما هو الاختراع اللي قد قدمت به لهذه المسابقة أو الابتكار الاختراع اللي قدمته هو قفاز اسميته هو قفاز إلكتروني أو قفاز فمرة كنت في الدار يعني عادي كنت نخدم كنت كنت في السنة الثانية في الجامعة وبدأت ندخل في الاختصاص شوية يعني في السنة الثانية تبدأت تدخل شوية برك وليت نحب نتعلم على الالكتروني وشنو التوتر الكهربائي المقاومة التيار وخطراني شافيت لها شغل كنت كان كان واحد الجهاز اسمه ملتيمتر ننقيسه به هذه العفسات فكنت نعيه باش ننقيس قلت شغل على الشباب قلت شغل على الشباب قلت يعني كنت عندي كانت فكرة صخيفة في هذه تقيقة قلت كانت خيالية كانت خيالية كانت شغلها كفكرة عبرة قلت ننسي نطورها يعني حاجة خفيفة ما طورتهش يعني حتى لحقتها المرحلة وين كان عندي نموذج فكانت رسمة أصلاً في النجوم العلوم شاركت برسمة يعني كانت مجسم فقط كانت رسمة يعني مجسم فقط وقدمتوا يعني هنا نشوفوا بالليد فأبسط الأشياء أضعف الإيمان نقدروا ندروا حاجة فهذا هو فخدمت القفاز والسمنت القفاز اللي يقوم بهذه القياسات يقيس تيار الكهربائي يقيس بينسوق بكميات قليلة لأنه تيار الكهربائي يقدر يكون خاطر على الإنسان يقيس تيار تعل دارات الصغار اللي ميكونش اللي ميكونش توتو كهربائي تحم عالي بزاف يعني الفولت أقل أقل يعني ماكسيموم سيكوند فولت جميل جداً وهذا الاختراع طبعاً لما رجعت الجزائر ثاني دبتك مشروع تخرج لما رجعت الجزائر ما بك رجعت الجزائر كما قلت لك وشغلت حلو عينيه في نجوم العالم هكاكو كنت مشي متخويفة ما كان عندي توجو غاداك شكت عقول زمحة نقدر نخدمه بس كان نرسمه مني نبدا وين نواسي ما كان كما قلت لك كنت في السنة الثانية تاعي برك ما كانتش عندي المعرفة الله عندي اليوم باش نقدر نخدمه فكي ما قلت لك أضعف الإيمان شوية بالمساعدة على الأسادية تاعي بالمساعدة على الأصدقاء تاعي في النادي العلمي تاعي سيلك يعني مساعدة على زميلتي اللي تخرجنا به كيف كيف سنة الثالثة بشوية الحمد لله خدمناه وتخرجناه على النادي العلمي وحنا تتلمنا في بروتويا على الأهمية الإكو سيستم النظام العام كيفش يشجع ويموتيفي المشاريع كيفش أنت من خلال تجربة تاعك في نادي سيلك لما رجعت لجزائر قدرتي طوري مجموعة من المشاريع الأخرى أيضا نعم أكيد فمن شغل فمن شغل لا أستطيع أكثر تحياتي ولا في الديبت على كارير تاعي لأنه كيفش نقدم قولك كيف تكون في نادي علمي كما قلت لك يولو عندك واجبات تولي عندك واجبات التزامات تولي تحسروحك مجبر باش تقدم عفسها لأنه كما قلت لك تولي يعرضوك المسابقات ولي يعرضوك الـ وين لازم تقدم عفسها تقولون أنا دي علمي قولك ووش خدمت لي في أرض الميدان اكزاكت فوش قدمت في هذه الميدان ما قدش تقولون ما قدمت والوت لازم تكون عندك عفسة تقابل فيها تسمعين غال مكانت هي تكون كائنا كمبيتيسيون زي ما نسمعو بالي راه كائنا كمبيتيسيون من نا على شهر ديرك نبدأو نخدموا لكلام اسمع أنا ندير معاك نتا دير معايا نديروا معايا نديروا غروبتا عربا نبدأو نخدموا في هذا ما قدمنا زي ما قدمنا أصلا تعلمت كيف نبرمج تطبيقات الهواتف يعني تعلمتوا كي بديت ناشاطات تتعي في الكلاب لأنه كانت كائنا مسابقة وحبنا نخدموا أبليكاسون ما ما عرفنا ما قلتا ينسي زهري كما جات هذه وخدمت الحمدلله وابانسيت فيها بزاف يعني خدمت بزاف تطبيقات مراها جميل جدا بسبب النادي العلمي تانيت مسابقة وحد أخرين خدمنا بزاف دخلت في كل مجالات يعني تقدر تقول في ذلك النادي يعني الغوبوتيك مع احتكيت المجموع والتخصصات اكزاكت المون الغوبوتيك الانتليجنس ارتفايسيال يعني ارتفايسيال اكزاكت المون مام يمكن مهارات واحد أخرين ماشي مكوتي تيكنيك مكوتي ديفلوبمون لأنه كنكونوا في مسابقة لازم نتعلموا نقدموا لازم نتعلموا نهضروا مع شخصيات مع شخصيات ديفون انتلاقوا مع وزراء انتلاقوا مع مدراء تعال شركات لازم نتعلموا كيفش نهضروا معاهم تعلموا معاهم قلنا عن الناس ايضا مشروع اكزاكت المون لكن دقية الان الشاب اللي رويشات فينا ولا الشاب اللي حابيبتك يقول لك ان مشروع الابتكار لازم يمر على مراحل نعم ماذا كن يراقب هذا الابتكار ماذا كن يفاليدي ان هذا الابتكار صح يصلح للترا خلاف النادي العلمي يعني النادي العلمي اكيد كين مشرفين يساعدك نعم طبعا لانه انا في رأيي الخاص باش تقدر الانسان يقدر يقول لك اسك الاختراع تاعك صحرا هو فاليد ولا لا لا لازم يكون انسان مختص في هذا المجال يعني نقدر نقدم الاختراع هذا تاعي لماما حتى تقول لي ايه ما ليه حايل لغسان تغيسون ميبا اكزامبل وكان نقدمو الدكتور في الالكترونيك ولا في الغوبوتيك يقول لي تسمى بس حادي علشك دا وهدي وشنو بس حاوكين انا عفسة اخرى تدر نفس الحاجات كما هذية لازم الاختراع تاعك ولي الابتكار تريد ان يشوفوا اخصائيين ليس لازم كبار علاماء كبار من انسان يكونوا مختصين في هذا المجال عنده خلفية معرفية عنده خلفية بس هو يشوف حاجات انت ما تشوفهمش ماما يعرفش الاختراع تاعك وشنو هو مادام في الضومان تاعو يشوف لك عفسة يقول لك بس حادي علشي كده بس حنبالك هدية بليطاق تخسر لك الحاجات الاخرى يخسر لك الورد تاعك در حسابك يعني يعطيك اللي ساهموا في نجاح الفكرة تاعك تسمى باش تعرف باش تقيمة لالفكرة تاعك مليحة ولا لا لا لازم تجوز على اخصائيين وكي نقول لك جوز على اخصائيين يعني يعطوك كيفش يقوله يعطوك معيار للفكرة تاعك من رأيي تاحهم الفينال رأيي تاحهم الفينال ماشي قرر إذا الاختراع تاعك مليح ولا لا 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 جميل جدا انت أيضا رقيش شاركت في مسابقة أخرى نعم في قطر حولها خاني ابتكرتي تطبيقها يعني الناس اللي مع انتمش طبعا المكفوفين طبعا لو نحكيوا على هذا وكيفش يقدم أو كيفش يعمل على المساهمة ويساهل حتى على ذوي الاحتياجات الخاصة في تطوير الفكرة فالمسابقة كانت قطرية وباش نوضح برك كانت اونلاين يعني كانت مسابقة عن بعد لأنه الوقت اللي لانسى فيه المسابقة كانت في الموجة التانية تاع كورونا فالغاوا يعني الحضورية يعني خلوا حتى الفينال بشدروا الحضور فالتطبيق اللي خدمنا كان تطبيق للناس المكفوفين اللي بأيكزم بيحبوا يتعلموا ويحبوا ما ميكومينيكوا ويحبوا ما ميكومينيكوا ويحبوا ما يقدرواش فهو تطبيق للشاشة تاعه سوداء ما فيه حتى ما فيه ايشي يعني خدمته مع جماعة خدمته مع انسان يعني كانت عندي فكرة جميل وكنت افضلت شوية يعني في الانسان موبيل ما كنت كانوا خاصيني شوية كفاءات فيه وكانت كاينة واحدة من الابليكاسون هاديك اللي هي كيفاش تخلي الانسان المكفوف يبعت ليميساج هاديك ما قدرتش نديرها انايا دونك تاصلت بانسان كنت نعارفوه وكان ما فانسي بزاف هذا الدومة طرحت عليه الفكرة طبعا طرحت عليه الفكرة وعجبته قرر يساعدني في هاديك جميل يعني ساهم معاك وبعدها المشروع انجح ولا المشروع استغربت لانه منجح بصح ما خيروهناش مع الفيناليست لكن كانت تجربة مميزة جدا كانت مميزة وشغل اللي متشوقة ان شاء الله في المستقبل القريب نقدر نشاركو مع الناس المكفوفين انا قلت لك فهمة زايا بزاف كبار انسان مكفوفة 100% يقدر يتوليزيه انسان مكفوف يقدر يكتب به ويبعت ميساج ويرسوفي يعني هلا ديجا كان اضافة نوعية صح لما دخلت هذه التجربة المسابقة لما خرجتي وش هي المعطيات اللي عدت عندك كيفش كنت تنظري مثل هذه الابتكارات خصوصا في المسابقات العربية اللي عندها جمهور اوسع يعني انت الان دخلتي المسابقة خرجتي من المسابقة اكيد كانت تجربة اضافية يعني شغل الابتكارات نقدر نقول لك اول حاجة بما انه خدمة الابتكارات مع الزامل تاعي افضلت بزاف هذا الدوم يعني هذه هي المسابقات تاع المسابقات ما محش تربح وشغل عمبالك بلي محش تلحق الله فينا ما لازم تدرهم بيا لذلك انا نقدر نقول لك الابتكارات موبيل صغر وانكت نقعد في الدار وانكت نقول اي اسنا ننترين شوي انسيه كانت دايما تكون مسابقة باش نبدأ نخدم يعني دايما كان حافز لي شجعنا ومن هذوك الحافز من هذوك المسابقات اللي افضلت بيا بأخير تطبيق خدمناه كان معانا دي سيلا كانت في المسابقات عجيزي خدمنا تطبيق يمدي مساعدات ووسائل في حالة الكوارث الطبيعية يعني يساعد في الازمات الطبيعية يساعد جيريهم بأخير يوري لك فيهم ايه يوري لك الحرائق بين راهم يوري لك الطريق المليحة ووري لك الناس بين راههم صحيح اللي تقدر تروح لهم يوري لك الوزبres الناس اللي راهم انضونجة الحياوانات انشفنا هم كيف حرقون الحياوانات حيوانات قاسهم الحرائق غي ثم يوري لك بأخير انتابتت خسارك في خاطر تقدر من هذا التطبيق تبعات ميساج وأي إنسان عنده هذا التطبيق يقدر يشوف بالنراك في خطر في هذه القلاسة يعني كم مساعدة إنسانية أيضا يقدروا هما يأتي لك وتاني تليبون بيلحقهم ميساج وكنت يعني كان التطوير تاعه صعب بصحة شغل إضافة نوعية إضافة نوعية إضافة نوعية جميل هالتحديات اللي نفونسي بيهم شغل تقبل ما أدرنا شيء اللي لازم تخدم عليه قبل ما نديروه قاعدة نقول كيفاش نخدمه شغل ما بس مخدمت به ديشا ما قلت كي ما جاءت هذي كيفينها المخدمنا يعني كان إضافة نوعية برافو عليكم وحتى الشهدى مشاهدي الآن الشباب اللي يشوفينها يحب يتحمس أكثر الآن رقية من التكنولوجيا من مسيرة علمية إلى مجال آخر اللي هو الـ إلى الـ يعني مشاريع جديدة وهي مشاريع فرضية أيضا اللي تساهم في تطوير الفات كيفاش بديت هذه الفكرة حتى الشباب يتحمس أيضا في الحقيقة هذا الجانب اللي نسميه الجانب الفني من حياة أي إنسان لأنه الإنسان حيكونوا عنده بزاف جوانب في حياته باريكزمبل بسيكولوجيك باريكزمبل تكنيك هذا الجانب الفني كنت حابة نستكشفه يعني عندي إش حال كان عندي إش حال وأنا كنت نقول زاملتي كيف كيف نخدم معها أنا حابة نسي لابنتي غني حابة نخدم بفوتوشوب أنا حابة ندير كده ما شغل كي تكون في الجامعة سخطوا في باب الزوار يعني معروفة عندها سمعة باب الزوار لأنه الفيلد تاعة غوبوتيك كان صعيب كان كليلي وقت بزاف سخطوك تحب أن نجح فيه وشغل نتعلم بي أنا سبيساليتي تاعة فما كانش عندي الوقت نستكشف حاجات واحد أخرين بغي محياتي كانت باب الزوار هذه كاري ما كانش غاعة زاوية قائمة كانت باب الزوار غوبوتيك خلاص هنا تحبس وشوية الكلوب يعني كونو دي كومبيتيتي فكي كملت ما كانت عندي القابلية النفسية باش نزيد نخدم في المجال تاعي ما قدرتش شغل كوديجا كنت مديت له خمس سنين من حياتي كما يقولون ما كانش مستعدة نزيد نمدلو خمسة سنة قسماندر كاريار فوبوتيك ولا قلت بون نقعد بالعقل نسي حاجات واحد أخرين سي سامي لعجبني الحالة يا بطلوميا ما جبنيش الحالة عندي ديبلوم تاعي رأي وقاعد يسن نوقت وقتمان حبنا نخدم بإذن الله فبديت بكورس واحد على في ادوبي إلسترير بديتو كان عندي شحر وانا شايفاتو شحر وانا حب ندروقت ولا أغنب ذا بديتو بعد خلاص ما قدرت نحبس إلسترير مورا فوتوشوب مورا شغل ادوبي آنيميت مورا هو ادوبي آتور افكت تروادي تروادي شغل الانيماسون ديسان ديسان ديجيطال خربت فيهم قاعد لكن هذه مجالات المفتوحة واش أضافت للكاريير تاعك ربوتيك تاع الهدوكيشن نقدر نقول لك دوكا بلي على في الجانب خياتيويته توسع النطاق تعي بزاف انه الفائدة يكون عندك بزاف مهارة في عدة مجالات حاجة ما جي كامبوسيبا كثير من خمم نبوغتك البروجي هكا ما نقعدش ونقول هاي 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 بس حكي فاشتندار عم بالك ديجا كيفاش عم بالك كي نخمم في بروجي دوك حاجة ما جي نبيزا حاجة ما جي نصعيبا نعرف لي زي طاب من الآل الزت بس كيفسات نعرفهم مريت عليهم مريت عليهم وخدمتهم مجينيش صعيبة والآن يعني بعد ما اكتسبتي هذا المجال ركي الآن في مجال فريلانس يعني العمل الحر والمستقل كيفاش قدرت تدخل هذا المجال وشي الخطوات واحد اثنان ثلاثة بشكل مختصر وشكذا الشاب اللي حاب يبدأ الآن في العمل على الانترنت ينتهج رقية طبعا فالعمل على الانترنت يعني كي قلو العمل على الانترنت هدو كلمات بسيطة مهو في الحقيقة ممشي الساب عندو بزاف تا شعوبات لنك الانسان لازم مخير دجا ووشاني حاب نخدم بلانترنت بالضبط بالضبط فبا اثنان الخدمة اللي بديتها اللي عفصة واحد دو اثنانت اور غاو شاني بمخدم ستاة لاردكشن تاعلیز اردكشن تاعلیز اردكشن نكين واحد لدوم فالردكشن اسمو الاس او او ستاعتقل اوptميزي اللي ببقى توم شركة اللي بحبب انسان يتحاوز على تريقات في جوجل تخرجون توم اللولان الاوائل اوائل لذا دائما تصنيف البحث تبا اوائل تصنيف البحث اجبا اجابة واستطيق والذي نحن نعمل بانترنت ما افرلنس لذي شعبت على عفصة واحدة ساعدتني بشكل كبير بقى لانترنت يحبوا يخدموا فريلانس في التفاعلات الموبيلة. خدمت فريلانس في التفاعلات الموبيلة. يأتي لك إنسان يكون ستارتاب يكون نبهما يحب تفاعلات الموبيلة. يعني ديما العمل الحر عنده تفاعلية أكبر. لكن الآن الشاب مقاعي شادو فينا شابوا تجربة روقية. حبينا رسالة أخيرة لتوجيها للشباب من خلال سواء البنات أو الذكور يحبوا الآن يبدوا في أي مشروع خاص بعدما كملوا الجامعة ورمية سنة. أول رسالة أخير لك. أول رسالة هو أن نقول لكم بأن تكملوا الجامعة لكم. لا تقوموا الخطأ بأن تبدأوا تعملوا. نسحقوا دراهم لكي نعيشوا ونسحقوا مصرفتنا. لا يوجد أن الإنسان يخدم عمل جسئي. يجب فيها مصرفة تعجيبه. يقرأ صح وشوحاب. لكي منه على ثلاثين سنوات لا تندمج. تقول خدمت ثلاثين سنوات كان يندمج. كلا قريت لكيزين. نحب أن نطيب كلا قريت لكيزين. هذه عفصة غايدة. وبثاف ناس يطيحوا في هذا البياج. نصيحتي هو إنسان غري يكمل جامعة. أعتبر أن أذهب وقت. شهرين أو ثلاثين. أنا أخذني شهر برك. أجدت هذا الكوغ. نكمل الفيزيوية. نكمل الفيزيوية. أمو الخمس سنين جايين. فلسالة ترقية هي أن كل واحد يحاول دي المشروع الخاص. ويحاول يقدم إضافة نبعية. شكرا لكي ترقية. شكرا لكي ترقية على الإثراء. وحتى الشابات والشباب الذين يشاهدون فينا الآن. تمنى عندكم مبادرات أفكار ومشاريع. ماذا بكم ديما؟ ترسلونا. تتفعلوا معنا عبر جيل كرياتيف. وأكيد سيكون لكم نصيب الرفق. دائما إبداعكم مبادراتكم. تحياتي وتحيات فريق جيل كرياتيف. في أمان الله.